اشتركوا في القناة اتشبه بالمسيح لسيدي المسيح وأعيش بالمسيح أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان تاريخ ملكوت الله ملكوت الله عدس تاريخي بعدما علمنا وكلمنا الرب يسوع عن ملكوت الله كان يتكلم عن حدث تاريخي له بداية معينة ومكان محدد وأكيد له نهاية وهذا معناه أن الأمور الروحية يمكن أن تتحقق في التاريخ البشري وأن الله دخل التاريخ البشري بنفسه الله لم يرسل إنسانا ليخلص أو يرسل إنسانا ليقوم بعمل فدائه بل جاء بنفسه وحقق الفداء وملك الله قد ظهر بدأ وظهر وهو يعمل الآن خلال 21 قرن بقوة في العالم وظهور الله بأعماله العظيمة هو الأساس التاريخي للإيمان المسيحي وهو الذي يميزه فمجيء المسيح وإعلان لملكوته في ولادته المسيح جي في وقت معين ودخل التاريخ مولود من العزراء القديسة مريم وفي ولادته وحياته وأعماله وتعليمه وموته وقيامته وإرساله للروح القدس كلها أحداث تاريخية حدست وأن ملكوت الله قد تحققه وأعلن في يسوع المسيح وأن الملكوت سيستمر ينمو كل يوم حتى يظهر بقوة في المستقبل القريب وإذا كان ملكوت الله حدث تاريخي فهو أيضا حدث اختباري وقوة الملكوت تظهر في قوة مغيرة فيعود الإنسان البعيد عن الله يعود إلى الله يعود عن طريق التغيير يعود عن طريق التجديد وملكوت الله ظهر في يسوع ده حدث تاريخي ولكنه لم يأتي فجأة بل سبقه إعداد طويل من بدء الخليقة من أيام آدم وعندما جاء ملء الزمان زي ما يقول كده الرسول بوليس في غلطيا عندما جاء ملء الزمان جاء المسيح معلنا ملكوت الله وأنا كوجه آخر للملكوت سوف يعلن في المستقبل وحتى نفهم موضوع تاريخية ملكوت الله علينا أن ندرس ثلاث مراحل الملكوت المرحلة الأولى مرحلة الاستعداد مرحلة الثانية مرحلة الإعلان مرحلة الثالثة مرحلة اكتمال الملكوت أولاً المرحلة الأولى مرحلة الاستعداد رب يسوع لم يحتاج في تعاليمه عن ملكوت الله أن يعطي تعريفا محددا لهذا الاستلاح لماذا؟ لأنه كان يكلم جماعة كانت لهم سابق معرفة بهذا الاستلاح يعني كان الاستلاح معروف عندهم لذلك استخدم الاستلاح القديم عندهم ليصب فيه معنى جديد للملكوت ويمكن أن نعتبر نقطة البداية للملكوت هي الفترة التي أخرج فيها الله الشعب العبراني المذبي من مصر كانوا عبيد في مصر وأخرجهم الله بزراع ممدودة وبقوة وإيمانهم بالله إيمان هذا الشعب بالله هذا الإيمان هو بداية نقطة الاستعداد لملكوت الله وهذا الإيمان هو المعجزة الحقيقية في العهد الأديم كانوا يشعرفوا حاجة عشان كده في إيمانهم بالمسيح في إيمانهم بالله كان بداية الملكوت الحقيق وهذا الإيمان هو المراس الحقيقي الذي ورثه العهد الجديد يعني كان فيه بزرة إيمان موجودة في إلوب الأنبياء وكل المرسلين من الله وهو الدلالة الواضحة على أن تعاليم العهد القديم هي إعلان حقيقي من الله الإيمان اللي كان في داخلهم ساعدهم أنهم يفهموا أن تعاليم العهد القديم هي إعلان حقيقي من الله وهذا الإيمان مبني على دعامتين أساسيتين الإيمان بالله والعهد الذي قطعه الله معه هل نتكلم الأول عن الإيمان بالله لو رجعنا إلى البيئة القديمة في مصر وتذكرنا التجربة المريرة التي أحاطت بالشعب قديما لأمكننا أن نفهم المعجزة الحقيقية لهذا الإيمان في هذا الإله العظيم ونستطيع أن نتعلم ثلاث مفاهيم ارتكز عليهم هذا الإيمان المفهوم الأول أنه إله منفصل عن الطبيعة كل الشعوب الأديمة كانت بتعبد الطبيعة تعبد الشمس تعبد القمر تعبد النجوم وغيرها كثير من الآلهة لأنهم رأوا فيها قوة قوة كثيرة فجعلوا من هذه القوة آلهة فالرعد إله والبحر إله والريح إله وهكذا أما عندما نأتي إلى إله العهد القديم نجد أنه إله منفصل عن الطبيعة مش كده بس بل هو سيدها وهو الذي يسيرها ولأن الله شخصية منفصلة عن الطبيعة فالإيمان به هو إيمان منفصل عن الطبيعة حتى يتقدس الإنسان ويصبح متوافقاً مع إرادة الإله وليس له علاقة بالطبيعة المفهوم الثاني للإله الواحد أو البحدانية أن الإيمان في العهد القديم هو إيمان بإله واحد ولهذا جاءت الوصية الأولى في الوصية العشرة حسب ما جاءت في سفر خروج عشرين وعدد ثلاثة لا يكون لك آلهة أخرى أمامي فالله في عقل الإسرائيلي هو إله السماوات والأرض يقدر على كل شيء فمعرفتهم بوحدانية الله هي معرفة اختبارية هو الذي أخرجهم من أرض مصر المفهوم الثالث أن الله هو إله التاريخ وكما أن الرب هو إله الطبيعة وسيدها فهو كذلك إله التاريخ ومسيره ونقصد بالتاريخ مجموعة الحوادث التي تحدث في حياة الأمم وفي حياة الأفراد والأمر المهم هنا هو أن الله يتدخل بنفسه في كل الأمور ويسيرها حسب ما شئته فمثلا هو الذي أقام الملك كورش الملك الفارسي حسب ما جاء في أشعياء 45 هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل لأفتح أمامه المصرعين والأبواب لا تغلق أنا أسير قدامك والهضاب أمهد أكسر مصرعي النحاس ومغليق الحديد أقصر وأعطيك زخائر الظلمة وكنوز المخابئة لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك بإسمك إلى إسرائيل لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك بإسمك لقبتك وأنت لست تعرفني أنا الرب وليس آخر لا إله سواي نطقتك وأنت لم تعرفني لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري إله أنا الرب وليس آخر مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر يوصد الأحداث الطبيعية الزوابع والعصير مش الشر اللي إحنا بنغلط فيه أنا الرب صانع كل هذه يعني الله يتكلم مع كورش ملك فارس يقول له أنا اللي أعملتك وأنا اللي أستخدمك وكل هذه الأمور هتكون تحت سيطرتك لأن أنا أعطيتك السلطان وأيضا الله تدخل في حياة نبو خزنصر لكي يعالج كبرياءه هو كان فاكر نفسه هو يعني عظيم جدا وهو اللي بنى بابل فالله قال له لا الله هو إله التاريخ الذي اختبروا وآمنوا به وتحقيق أمور عظيمة حتى في المستقبل انتظروا أن يكونوا أمة كبيرة مثلا في تكوين 12-2 قال كده الإبراهيم فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة إلى أن يأتي المخلص الذي ستعرفه جميع الشعوب شوف يعقوب في تكوين 49-10 هو بيكلم أولاده بيقول لابن يهوزة لا يزول قضيب من يهوزة ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب روع الآية دي لما نفهم قد إيه الله استخدمها عشان يحقق مقاصده أن يأتي المسيح من صبت يهوزة آمنوا بني إسرائيل أن الله دعاهم لقصد وخدمة عشان يقوموا بيها لما يرجعوا لتكوين 22-18 ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي لما هو طلب منه يقدم ابنه هو قدم ابنه قال له هذا التعبير أنت ستكون بركة للعالم كله كل العالم يتبارك ولابد أن الله يتمم قصده وغرضوا في المستقبل القريب قبل أن أتكلم معكم عن العهد الذي قطعه الله معهم خلينا نخرج للفاصل السريع ونرجع نستكمل كلامنا عن تاريخ ملكوت الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبدأت بعمل الله العظيم في إخراج العبرانيين بني إسرائيل من أرض مصر كانوا عبيد مستعبدين لمدة ربعمائة سنة لكن الله بقوة وبزراع عظيمة أخرجهم من هذه الأرض دي كانت بداية المرحلة المرحلة التانية نسميها مرحلة الإعلان إن الله أعلن عن ملكوت الله بعد إخراجه من أرض مصر لكل بني إسرائيل المرحلة التالتة إكمال الملكوت خليني أشرح أكتر المرحلة الأخيرة يبا ملكوت الله حدث تاريخي الملكوت بديه ثلاث مراحل مرحلة الاستعداد وبدأ بخروج بني إسرائيل من أرض مصر وإيمان الشعب القديم بالله وهذا الإيمان تميز بتلاث أمور الله منفصل عن الطبيعة الله واحد لا شريك له الله هو إله التاريخ حيث أتكلم عن الجزء الأخير وهو عهد الله مع شعو الله أعطى لهم عهد وكلمة عهد باللغة العبرية بريت وتعني يربط إثنين معا ودراسة العهد الذي دخل فيها الله مع إسرائيل تتلخص في ثلاث نقاط النقطة الأولى أنه عهد بني على أساس تاريخي حدث في وقت معين أمسك بيدهم وأخرجهم من أرض مصر واختارهم لهدف لما نرجع لسفر الخروج أصحة 19 يقول هذا التعبير من عدد 4 أنتم رأيتم ما صنعت صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النصور وجئت بكم إلي فالآن إن سمعتم لصوتي وحافظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فأن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة هذه الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل إذن فهو اختيار تاريخي في وقت معين مبني على عمل تاريخي قام به الرب بنفسه اثنين هذا الاختيار لم يبنى على أساس نسل إبراهيم فقط بل دخله آخرين أدي مثال مثل مثلا رحاب وعيلتها في سفر يشوع يقول الكتاب في عدد خمسة وعشرين واستحي يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم لأنها خبأت المرسلين الذين أرسلهم يشوع لكي يتجسس أريح وكل من بقي أمينا استمر في رباط العهد مع الله ومعنى هذا أن من قبل العهد مع الله ليس إسرائيل فقط بل هو مجتمع مفتوح في رحاب في رعوص في كشرين من خارج أرض إسرائيل هو مجتمع مفتوح لكل من يقبل يهوى إلها الله ده في العهد الأديم هذا المجتمع في هذه العلاقة مع الله يضع لنا نواة ملكوت الله بداية ملكوت الله وبهذا يتطادح أن الإسم الحقيقي لهذا الشعب لم يكن كلمة أمة ولكن كلمة جماعة إكليزيا قلنا نشوف النص في خروج 12 يقول كده كلم كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاتا بحسب بيوت الأباء شاتا للبيت سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم فأن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل الغريب مع مولود الأرض أنا بركز على تعبير جماعة جماعة إكليزيا ودي نفس الكلمة اللي أخذتها الكنيسة في العهد الجديد هذه التسمية تعطي فكرة المجتمع المفتوح ثالثا هذا العهد هو عهد نعمة يعني إيه ما عملوش حاجة مش مستحقين دي نعمة من ربنا اليوم وأن العهد لهذه الجماعة كان في كلمة معلنة تتضمن أمرين الوصية والوعد والاثنين مرتبطين الغرض الأول من الوصية هو الاعتراف بسيادة الرب ولهذا كان يتبع كثيرا من الوصايا يقولون كده أني أنا الرب إلهكم في لوين 25 حدث 17 فلا يغبن أحدكم صاحبه بل اخشى الرب إلهك أني أنا الرب إلهك لأن بني إسرائيل لي عبيد هم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر أنا الرب إلهكم وأهم ما يميز الوصية هو الفهم العميق لله وأن العهد معهم هو عهد نعمة ما يستعقوش هذه نعمة من ربنا بمعنى الله معنى أن الله اختار هذا الشعب بإرادته بإرادته بدافع محبته لكن الأمر تغير عندما بدأ الناموس يأخذ مكانه في إسرائيل أيام النبي موسى وبدأت فكرتهم عنه تنحرف بعد أن كان الناموس إعلانا للعهد أصبح يذكر على أنه هو العهد نفسه وأصبح كتاب النموس يسمى كتاب العهد اسمع ماذا يقول موسى في تسنية أربعة وعدد تلتاشر وأخبركم بعهده الذي أمركم أن تعملوا به الكلمات العشر وكتبه على لوحي حجر يبقى هنا اعتبر النموس هو العهد وماذا قال الملك سليمان في ملوك الأول صاع 8 وعدد 21 وَجَعَلْتُ يعقبها وعد ولقد بني الوعد على عقيدتهم في الله وعلى العهد الذي قطعه معهم وعرفوا أن الله أخرجهم لكي يستخدمهم نور للشعوب الأخرى يستخدمهم نور للشعوب الأخرى وأخذوا وعد البركة بأنهم يكونون شعبا مباركا من الرب لكنهم لم يستطيعوا هضن أن الموعيد هي موعيد روحية حتى عندما انتظروا المخلص ظنوا مخلصا سياسيا لا روحيا وعندما انتظروا البركة كانت أفكارهم تتجه نحو البركات المادية الأرضية إلى أن جاء يسوع بنفسه وقال لهم في إنجيل مرقص أصح واحد عدد خمستاشر قد قاموا للزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل لم يعود الإيمان في جماعة واحدة بل صار الإيمان لجميع الناس لكل من يؤمن لليهودي أولا ثم لليوناني وصار كل المؤمنين بالمسيح هم شعب العهد ويحق لهم الموعيد الروحية فهل أنت في المسيح هل تتمتع بالموعيد الروحية هل تنتظر مجيء المسيح ليكتمل ملكوت الله هذا يتوقف على قرارك الشخصي وإيمانك الشخصي بالمسيح أتمنى ما تكونش اللي بنقدمه عن ملكوت الله مجرد دراسة أو مجرد معلومات لكن يكون فيه قرارات أن ندخل في العهد وأن نتمتع ببركات المسيح الروحية وأن نكون داخل ملكوت الله حتى في مجيء المسيح قريبا على الأبواب نكون معه كل حين ربنا يساعد المشاهدين نحن ناخد قرار حقيقي بالارتباط بالمسيح وأن نتحد به لنكون معه كل حين وإلى الأبد الرب معكم تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس مطيع خادم أتعلم الحب تسجور يسوع الكلمات أنمو بالحكمات والنعبات أتشبه بالمسيح لسيدي المسيح وأعيش بالمسيح الميذ ترجمة نانسي قنقر